وإلى فقرة ضيف الحدث مشاهدين الكرام حيث اختتمت مؤخرا بمقر لجنة الأولمبية ورشة إعادة التأهيل والاستشفال لنسجة العضلية والعظام بمشاركة 23 دارسا من خصائية المنتخبات الوطنية وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الفهم والمهارات في مجال العلاج الطبيعي وإلى توفير بيات تعليمية فعالة في سبيل تحسين رعاية الرياضيين وتعزيز الأداء البدني لديهم تفاصيل هذه الورشة مشاهدين الكرام وأهميتها وأهدافها سنتوقف معها خلال هذه المحطة من برنامجكم الحدث وقبل ذلك أرحب باسمي وباسمكم بصخر بن يوسف العامري خصائية العلاج الطبيعي والتأهيل أهلا برحبا بك صخر أهلا وسهلا سعيدين بتواجدك معنا وبالتأكيد فقرة ستكون مثرية للمشاهد بإذن الله شعور متبادل إن شاء الله بإذن الله إذن مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود بهدف تعزيز المهارات في مجال العلاج الطبيعي نظمت اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة في اللجنة العمانية للطب الرياضي ومكافحة المنشطات ورشة إعادة التاهيل والاستشفاء للأنسية العضلية والعظام وتركزت أعمال الورشة على المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية في العديد من المحاور من بينها مهارات التقييم اليدوي والميكانيكا الحيوية والتشخيص المبدئي التفريقي وقوانين ومصطلحات العمود الفقري والاختلالات الوظيفية والفحص الهيكلي للاستيوباثي فتل ورشة إلى التعرف على فلسفة علم الاستيوباثي وفهم وتطبيق الميكانيكا الحيوية على الجسد كما هدفت إلى تحديد وتشخيص الخلل الوظيفي الجسدي وتعلم مهارات التقييم اليدوي ومراجعة الاختبارات الحركية الهيكلية المساعدة في التشخيص وجاءت هذه الورشة سعيا لتوفير بيئة تعليمية فعالة لأخصائي المنتخبات الوطنية وخبراء التاهيل في سبيل تحسين رعاية الرياضيين وتعزيز آدائهم البدنية إذن بعد أن تابعنا هذا التقرير مشاهدين الكرام وجدد ترحيب بضيف صخر بن يوسف العمري خصائي علاج طبيعي وتأهيل يعني صخر دائما ما يتبادر إلى ذهن المشاهد أو أي شخص أيضا أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالجسم بشكل عام لتفادي الإصابات بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ننطرق لهذه النقطة أنا أحب صراحة أثني على الشغل الكبير والمجهود الذي يبذلوه من لجنة الطب الرياضي وبالأخص عضو اللجنة الأستاذ ماجد الوردي وأيضا الأستاذ خليل البوسعيدي من الطب الرياضي بحيث مبادرتهم بدراسة البيئة هنا والحاجة للأخصائيين والكوادر فكل الشكر لهم إن شاء الله مخصوص هذه الورشة كان انتداب الدكتور الفاضل اللي هو المختص في العلاج الأستيوباثي أو العلاج التقويم ومن المبادئ الرئيسية اللي قوم عليها هذا العلم هو أنه يتعامل مع الجسم ككل وطبعا إحنا من خلال مسيراتنا إحنا الأشخاص المشاركين في هذه الورشة كنا متفاوتين في كمية الخبرة المتواجدة عندنا كان فيه دمج بين الأشخاص اللي هم قليلين الخبرة مع الأشخاص اللي هم باع طويل في هذا المجال وفي ذلك الفترة خذينا وقتنا الكاف بحيث أن نفهم أن حقيقة الجسم جسم يعتبر ككل كتلة واحدة وطبعا إمبهرنا كيف أنه ممكن بعض المشاكل اللي هي تكون تأثر على نفسية الشخص الرياضي أو أن أحيانا المشاكل تأثر على أعضاء الداخلية ممكن تنعكس على هيئة ألم لما نحن نجي نتكلم عن الألم الآن صار الألم علم كامل بحد ذاته وحيانا صار يصنف على أساس أنه مرض كامل بحد ذاته أيضا فصار يتعابلوا معاه صار فيه كثير من الدراسات وحاولوا يفهموه لما نجي للطريقة المبسطة الألم هو عبارة عن تنبيه جسمك يصدر تنبيه من الدماغ مهما كان مكان الألم اللي أنت تحس فيه تروح الإشارات للدماغ والدماغ يصدر تنبيه أنه في عندك مشكلة في هذا المكان حصلوا بعدين مع الأبحاث الزايدة وكذاك وهذا خاصة الألم المزمن أنه ممكن يكون مرتبط بحالة نفسية أو ضغوطات نفسية أو أيضا في نفس الوقت ممكن يكون مرتبط بالأعضاء الداخلية في هذه الورشة نحن تعاملنا مع كيف نحن نتعامل مع الشخص ككتلة كيف نحن نشخص الألم إذا أخذناه من البوابة الأولى اللي هو إذا كان هو ألم ما لخص بأي أشياء نفسية ولا أعضاء داخلية تماما بسبب إصابات مثلا جات في الملعب أو بسبب الجهاز الحركي وكيف نقدر نتبين إذا هذا الألم بعد ما حاولنا نعالجه وشفنا ما في أي تجاوب كيف نحن نقدر نفحص بشكل أعمق بحيث أن نحن نروح ونشيك هل هناك إشارات تأتي من الأعضاء الداخلية أو أنه ممكن يكون تراكم من مشاكل ضغوطات نفسية عند اللاعب أو الشخص أو المصاب بشكل عام يعني من خلال أيضا هذه الورشة تبينت أهمية استخدام الطب التقويمي أو الاستيوباثي كما يسمى وهذا الطب الذي بدأ بالانتشار مؤخرا بشكل كبير بعد أن كان مستخدما في الولايات المتحدة وكندا فعلا الأمر الذي يجعل أيضا من أخصائي العلاج الطبيعي وحتى أيضا من المحاضر الذي قدم هذه الورشة الدكتور أيمن البتاوي أخصائي الطب التقويمي وقدم هذه الورشة لـ 23 أيضا شخص و23 دارس هنا أعتقد تكمن أهمية الانتباه والالتفات إلى هذا الطب أو الطب التقويمي أو الطب الاستيوباثي نفس ما انتقلت هذا يعتبر حاجة نوعا ما يعني توجه إلى استقطابه وممارسته هنا في دول الخليج أو في الشرق الأوسط هو بدأ تقريبا من القرن التاسع عشر في تقريبا في الولايات المتحدة وصار في أيضا دعم من المؤسسات الصحية هناك في الولايات المتحدة بحيث أنه هناك أخصائي الطب التقويمي يسمى دكتور في الطب التقويمي وفي أيضا بعض الدول تعتبرك جزء من العلاج التكميلي ولكن هو طب قائم بحذ ذاته وطب جميل اللي صار كفرصة لأخصائي العلاج الطبيعي أنه يمارس هذا الطب أنه في الفاونديشن أو في الأساسات في تشارك في ما هي طريقة تقييم المريض وأخذ التاريخ الطبي ماله وكذا لكن بعدما نجي على المستوى اللي هو خاصة العلاج الفحص اليدوي والفحص السريري هنا لهم وجهة نظر مختلفة تماما وإحنا لما جينا كأخصائي العلاج طبيعي وحاولنا نستقطب طريقتهم هذه وجدنا أن لها فائدة كبيرة لما إحنا نعتبرها كإضافة للعلم اللي عندنا عشان إحنا ما نهضم مجهود بعض الأشخاص اللي موجودين هنا طب التقويمي نسمى أن تقلت إحنا بدأ في الولايات المتحدة فصار في بعض الدول نفس الولايات المتحدة وكندا فيها جامعات وكليات مهتمة بهذا الشيء أخرج طلبة وكوادر بدرجات البكالوريوس ودرجات أعلى في هذا العلم وبعض الدول تعطي شهادات قصيرة أو كورسات قصيرة بحيث أن يستفيدوا منها مثلا سواء خصائي العلاق الطبيعي أو بعض الدكاترة المختصين مثلا في العظام وكذا اللي هم يهتموا بالعلاج اليدوي جميل في عدنا هنا في عمان في كوادر تخرجت بدرجات الماجستير ويمكن في درجات ما يحظن إذا في حد كمن منهم الدراسة في هذا العلم وسبحان الله يمكن مع الوقت ما راح الناس يعرفوهم أكثر وأكثر لأنه كل ما نتكلم عن هذا الموضوع مع الأشخاص العادين عندنا نسمع أو ننبهر أن مهم صار عندهم فكرة أو خلفية عن هذا العلم ويحتاج أيضا وقت للبحث بشكل أوسع من خلال أيضا معرفة هذا النوع منها العلم أعود إليك إلى نقطة أيضا يعني اختيار 23 دارسا لهذه الورشة وأيضا من خلال العودة إلى ممارسة الرياضة نفسها لماذا تم اختيار 23 شخص؟ هل وفق مثلا لتأهيل معين أو لتخصص معين متقارب من هذا التخصص الذي نوقش من خلاله أو نوقشت من خلاله هذه الورشة؟ والله الحقيقة لما نحن نجي ونشتغل على مثلا أن نكون دورة أو كور صغير أو ورشة عمل تكون هناك في دراسة في اللي هي البحث على النقاط اللي هي يحتاج وطوروها في الكادر الموجود وطبعا نحن نتكلم عن بالأغلب الكادر العماني الموجود هنا وخصائيين العلاج الطبيعي وطالما أن هذا الورشة العمل أقيمت تحت إشراف لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية العمانية فكان في حاجة أنهم أهل الكوادر اللي هي تشتغل في نطاب الطب الرياضي والمنتخبات الرياضية وكذا وكان من الأهداف الرئيسية الموضوعة أن مهمة تكون الاستفادة قصوة في خلال هذه الخمسة أيام الموجودة طبعا هم ملزمين بالجدول اللي يكون أيضا حضره أو الأهداف اللي يحددهن المحاضر بحيث أنه يقدر يفيد الحضور بأقصى استطاعة فهو عطاهم الجدول وفي نفس الوقت يحدد تقريبا كم عدد الأشخاص اللي ممكن يشاركوا بحيث أنهم يستفيدوا كلهم يعني لو حضروا مثلا تقريبا خمسين أو مئة وطبعا ممكن إذا كان العدد أكبر نحن نفكر أن الاستفادة تكون أقصى بحيث أنهم يتصلوا مع مرضى كثير ولكن كذا أنت تخدم المشارك حقه بحيث أنه يطبق بشكل عملي بحيث أنه يثير الأسئلة المناسبة ويحصل الرد المناسب فكان اختيار العدد هذا واختيار نوعية الأشخاص هذه بحيث أنهم هم أشخاص قادرين يندمجوا في المحيط عندهم في الطب الرياضي أو في العلاج الطبيعي بحيث أنهم عندما يأخذوا هذه المعلومات يقدروا يطبقوهن ويشاركوهن مع زملائهم جميل نعم أكمل هدف رئيسي كان لهذه الدورة أنه نحن نحاول نتعامل مع الرياضي نفس ما نحن نتعامل مع أي شخص أيضا في التوجه الطبي حاليا أنه يكون الشخص هو متوسط المنظومة العلاجية نعم وهذا يعني أنه نحن نحاول نأخذ في الحسبان العوامل النفسية العوامل الاجتماعية وإيش الأهداف اللي هو قاعد يشتغل عليهم وإيش هو المفروض اللي يجب أن يوصل له خلال هذه الفترة إذا جاني أنا مصاب مثلا أنا لازم أكون مقيم هل هذه الإصابة أول مرة ثاني مرة هل في عوامل ممكن تكون أثرت عليه وكيف أنا أقدر أني أقلل مدة مثلا جلوسه وخارج الملعب خارج التمارين لأن هذا يعتبر نوع من النوع العدر حاليا لما نتكلم عن القطاع الرياضي تعتبر صناعة ونحن عارفين هذا الشيء فالوقت محسوب وإهدار في الوقت يعني إهدار في المال إهدار أيضا في ممكن أن تتهدر بطولة لما مثلا يتغيب عندك لاعبين ثلاثة بشكل مثلا شهريا يومين ثلاث أيام بالتالي لازم تقف على الأمر وتعالجه بشكل سريع جدا إذا أخذوا لك مثلا لاعبين في الهمتار الأخيرة يمكن فارق نقطة نقطتين هذه لتضيع موسم جميل الحوار جميل ننتقل إلى مقابلة أجرح فريق البرنامج مع الدكتور أيمن البتاوي خصائي الطب التقديمي ومقدم أيضا هذه الورشة نتابع تخصصي في مجال الأوثي عباثيه فمتخصص في هذا المجال وهذا المجال بينقسم إلى عدة انقصامات منها المفاصل منها العضلات منها الأربطة وهكذا وكل جزء له التقنيات الخاصة به همية بتكون همية كبيرة جدا لأنه لازم يكون في تجديد المعلومات مستمر ولو حتى الأخصائي يكون على علم بهذه المعلومات أوقات كثيرة بينسى جزء فمع حضور الورشات بيجدد من معلوماته يعني العودة يعني بعد أن تابعنا الدكتور أيمن البتاوي يعني تحدث عن همية هذه الورشة أيضا تدخل في فلسفة علم الأسجوباتي صخر يعني لو نتعمق قليلا في هذا الموضوع في الحقيقة خليلا أنا أوضح جانبين لأننا في النهاية نتكلم أمام شريحة كبيرة من المشاهدين ممكن يكون منهم ملم بالطابع الرياضي أو يتابعنا فقط الغرض أنه محتم بموضوع الطب الأسجوباتي لما نجي نتكلم عن طب الأسجوباتي طبعا نفس ما خبرتك في بعض الأشخاص اللي ممكن أنا أقترحهم لاحقا حيث أنهم يتكلموا عن دراسة مروا فيها عدة سنوات وما يهضموا حقها لكن هو علم نفس ما قلنا بدأ يصار له من قرن التاسع عشر في تقدم كثير ينظر للجسم من المبادئ الأساسية أو حتى لما تبحث على أبسط جملة ما هو الطب الأسجوباتي ما تحصل مرادف لها أنه ينظر للجسم ككثلة واحدة وهذا الشي جميل جدا طبعا في بعض الاختلافات اللي هي على المستوى الأبحاث العلمية في بعض المبادئ اللي هم يشتغلوا عليها يختلف فيها أخصائل علاج الطبيعي ولكن نحن دائما نحاول نستفيد من الجانب اللي هو مناطق القوة فيهم اللي تفيدنا وتفيد المريض بإذن الله فمن الأشياء الجميلة عندهم هم اللمسة الخفيفة الجميلة جدا على المريض وقدرتهم على مثلا على مثلا تقييم الشخص بطريقة سلسة وفعالة وبالربط بين اللي هو المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشخص وبين ممكن إذا كان عنده تاريخ طبي مرتبط بالأعضاء الداخلي وهذا شيء عجبنا جدا جميل يعني هذا يأخذنا إلى سؤال آخر يعني مثلا يأتي شخص بإصابة معينة ممكن هذا الطب يستكشف من خلاله الدكتور الطبيب أو الأخصائي أنه هو يعاني من مشكلة أخرى هي اللي سببت المرض أو المعضلة اللي هو فيها الآن أو الإصابة اللي وقعت له أيوة خلينا أوضح شيء ثاني مرة ثانية أيضا في العلاج الطبيع عندنا هذا الشيء طبعا تقييم الشامل للجسم وننظر عليه ونأخذ تاريخ الطبي للمريض ولكن في العلاج الأستوباثي نحن نعتبرهم متمكنين جدا في هذا المجال في هذا البع نعم ونحن لما نجي بنتكلم مثلا بطبق لفحص مريض فحص سرير أو شيء كذا نحاول نمشي بالمبادئ اللي نحن نعرفهم وبعدين نحاول نطبق الأشياء اللي تعلمنا سواء من طب الأستوباثي ونحاول نضمنها الأشياء اللي هي تعلمنا سواء سادقا أو يضاف إلينا نحن في العلم الموجود هنا مستقلا فهم تعاملهم للجسم بحيث أن هم يقدروا يحصلوها هم يبهرون في هذا المجال إذا تريد اللي هي وجهة نظري أنا الشخصية جميل أنا بس أريد أرجع إلى نقطة يعني نحن نلاحظ الآن على الشاشة أيضا جزء من هذه الورشة أنه كان التطبيق على أشخاص مش دمى وهذه نقطة مهمة جدا على أساس أنه أيضا أنه أخصائي العلاج يطبق بشكل فعلي ويقف على مكان معينة لاستكشاف فعلا معظم اللي كانوا يطبقوا عليهم أو إحنا اللي يطبقوا علينا إحنا دائما لما نتعلم في ورشة عمل في الجالب الكلينيكي كثب ما كان هو طبعا إذا ما كان هو هذه الممارسة إذا ما كان سليمة علينا ممكن ما تكون سليمة على المريض ونحاول بقدر الإمكان نستشعر إيش اللي يحس فيه الشخص سواء المريض ولا المصاب بحيث أننا عارفين لأي مدى نقدر نوصل معاه وإيش الإحساس اللي إحنا ممكن نحصله وكان أيضا نتخلى لهذه الورشة استدعاء لبعض الحالات اللي هي كان بعض الأخصائي نواجه صعوبة في فهم التشخيص لهذه المشكلة اللي عندهم وكان فيه اللي هو تطبيق حي للفحص وللعلاج في هذاك الوقت وحقيقة نستفدنا من هذا الموضوع إيش أكثر الإصابات التي تجعل أيضا من الأخصائي يحاول أنه يعالجها بشكل أسرع أنا أتكلم الآن عن علم الأستيوباثي يعني إيش أكثر الإصابات اللي تجعل أيضا المريض أو الأخصائي ينتبه لها بشكل أسرع جميع الإصابات لكن عندك في عدة عوامل تعمل بعض الضغوطات علينا بحيث أن نستوجب إما نضغط على نفسنا حتى أحيانا إذا مثلا المريض بنحتاج نشوفه مثلا بعد يومين أو اليوم التالي وما عندنا مجال في الجدول نضغط على نفسنا لأننا نحن نحس أنه محتاج هذا يجي من طبيعة عملنا ومسؤوليتنا فالأشخاص أصحاب الآلام التي تكون شديدة آلام مثل المفاصل العظام الخسوء نتكلم عن عندنا نتكلم في العلاج الطبيعي في العياضات الخارجية أو مثلا في الطب الرياضي نتكلم عن الجهاز الحركي بالعادة هم يشتكون من آلام في الجهاز الحركي سواء من العظام العضلات أو المفاصل وأيضا في بعض الضغوط التي تخلينا إذا كنت أنا في معسكة مع منتخب مثلا وأنا أضطر أنه لازم أجهز هذا اللاعب عنده بكرة مثلا مباراة واليوم في التمرين أحيانا نحن نستمر معه مثلا ساعات أو نشوفه مثلا اليوم بعد التمرين مثلا ممكن يجيني أنا ما أنا متأخر لازم أنا أشوف لازم هم يكون جاهز أنا نفسيا نحس كأن يجيني أدرينارين لما هو يجي ويأدي بأداء جميل في نفس الوقت حافظ على سلامته يعني المحافظة على سلامته وتقييم هل هو مراحة ضرر الزيادة بقدر الإمكان أن نجهزه هذا الشيء تعتبر مسؤولية كبيرة جميل قبل الختام أستاذ يعني نوجة نظرك إلى أي مدى سيصل تطبيق هذا العلم في سلطنة عمان خلال الفترة القادمة والله هو نفسنا ما خبرتك هو ما أنه بدأ في هذه الورشة فقط هو بدأ من سنوات قليلة بدأ أيضا لكن متى سيصل إلى الذروة من الصعب أنك تحكي صعب لأننا الآن هناك نهضة متجددة مستمرة متسارعة فالحكم على ما سبق وتعكسها على القادم سيكون صعب ولكن كل الذي أقدر أقول لك أننا نرى مستقبل جميل للتأهيل الرياضي بشدة نواعه العلاج الطبيعي والعلاج التقويمي والعلاجات الثانية لكننا نشتغل في منظومة والشغل على رفع مستوى هذه المنظومة واللحاق بالدول العالمية في الركب وفي هذا المساوى نحن حسين نحن جارسين نمش إن شاء الله بتسارع جميل جدا ونحن نتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى صخر بن يوسف العمري خصائي علاج طبيعي وتأهيل شكرا جزيلا لك إن شاء الله وسعد جدا بهذه الفقرة وتعرفنا أيضا على معلومات جديدة ومثرية وقيمة وبإذن الله تعالى تكون بيننا لقات قادمة بإذن الله شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في أمن وأمان تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم عمل البرنامج وهذه تحيات الزميل العزيز محسن شحري في الإخراج إلى اللقاء اشتركوا في القناة